وفي صباح يوم جديد بتشرق الشمس على بتعلة آسر اللي بتصحى في صندس من نومها وبتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا ويلي النشوع ياه ده نتأخر تقوي في النوم لما روح أشوف بيعملوا إيه ربنا يا أسطر ما يكونوش عاملوا كوارث ولسه ما كملتش كلامها كان في صوت تكسير أسطرها يا رب وطلعت تجري في ايه يا آسر جالك الموت يا ترك الصلاة مش قلتلك تخلي بالك وانت بتحط اللبن ما انت يا بابا اللي قد تحطت التبع على طرف التربيزة في ايه ما حدش بيرد لايه صهايب بخوف بابا زشر التبع اه يا ابنل انا برده اللي قسرته ده ابني ابنك هو اللي قسرته ايه يا بابا لما تجذب الكذب بحرمه على فكرة والضافي لو وريلك انا بجذب انا اللي علمته لك ده بس انتوا الاتنين ما سمعش صوت الجريمة المشتركة اللي انتوا عملتوها دي تلموها حالاً بس انا ما عملتش حاجة وطوا صوتكم صارها نايمة بابا ماما روح قلب بابا من جوه اسر عجبكم كده؟ اه صحي نظفوا اللي انتوا عملتوه اه بابا لما ليمها والضافي لو وريلك يا صحيب يا صغير مش كفيه علي يا صحيب واحد في حياتي بقى اتنين عشان الحياة احلى يا حج الحياة احلى؟ ويا حج كمان انت بجيب منهم الكلام ده يقعد لا استنى طالما فيها حج يبقى صحيبك كبير بعت عليك صوت وصورة خلصته؟ خلص خلص بدل من الدفن احياء النهاردة ماشي ماشي يا صندس بقى لو كنت بعمله فيك والجواز بتطلعي على يد الوقت ماشي وبعد ساعة ها كله تمام؟ تمام يا ريد بقى ما تعملوش حاجة في المطبخ تاني اللي لما يكون معاكم انا منظفها ببل رمضان عشان ما ضيعش وقت فيه واستغل الوقت ده في العبادة ان شاء الله خلص يا صندس فهم بقولك ايه؟ صحيب يكلمني وهيجي عندنا بكرة ان شاء الله يفطر تمام انا هحضر كل حاجة وان شاء الله بإذن الله يجي وفطره معانا قال له صحيح يا قاسر كنت بتعمله ايه في المطبخ؟ ايه؟ ابدا كنت بعمل كورن فليكس لصهايب في كل الطبع العقلي ده يا قاسر كورن فليكس لصهايب اصلا اصلا كنت نوى كل معاه صندس بدحك انا قلت كده برضو انا متجوزة واحد عنده طفولة متأخرة انا عندي طفولة متأخرة يا صندس اما ورتك اسف اخر مرة اخر مرة اسف ماشي يا صندس ماشي قلبك كبير برضو يا ابو صلاح بقولك ايه؟ كنت عاوز اطلو منك طلب يعني كده خير كل سنة وانت طيب بكرة رمضان ان شاء الله وكنت عاوز شوية ارشينات عشان اجيب شوية حبشتكنات ارشينات اوه حبشتكنات هو صحيب باهت عليها كلها ولا ايه؟ ربنا يصطرها من حبشتكناتك انت كمان اتفضلي حاجة تانية؟ اه كنت عاوز اروح درس المعلمة امان عشان اسمع حاجة عن رمضان وبعدها عامل شوبين ممكن؟ موافق بس ما تتأخريش ربنا يبرج فيك يا رب ما تقلقش انا هتكون معي هدى بس اه ممكن طلب صغير بس اقولي ممكن تخلي بالك من الولاد طب صارة في عناي لكن الود اللي اسمه صايب ده لا يمكن ده ممكن يعمل مصيبة ويلبسها لي الله يكرمك يا عم بالله عليك يا عم بدل ما انا نلبس في الجريمة اصدي عشان ارجع سليمة حاضر يا صندس حاضر حاجة تانية؟ ربنا يصطر مجيش تلاقي البيت مولع بينا اصطرها علينا يا رب هو في المسجد وحشتيني قوي اهودة كل عام انت بخير يا حبيبة قلبي وانت كمان يا صندس الولادة عاملين ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي وانت عاملة ايه؟ وصيبة عامل ايه وفريدة الحمد لله بيسلموا عليك ربنا يبارك فيكم يلا بقى نقعد من الدرس عشان نسمع المعلم امان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي في الله عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير النهار ده اول ليلة من رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان عاوزين نكون مستعدين للشهر ده وبلاش نعمل زي ناس كتير الا من رحمة ربي بتفكروا شهر اكل وشرب ونعد نجيب خزين ونخزن في بيتنا وننسى الفقراء اللي مفيش لقمة في بيته هحكي لكم قصة كان فيه شاب مش معروف في منطقته ووقف في بلقونة بيته وقته زان المغرب بيبص لمح بعينه واحد من جرانه اللي على قد حلهم قاعد على طلب بلية بيته هو وأولاده ومامته وزوجته وحطين ايدهم على خدهم ومفيش لقمة عليها قلبه واجعه لما شاف المنظر ده واتصل ببنك الطعام المصر وحكى ليهم اللي شافه والشاب ده كان سبب ان يدخل ما يكفيه هو وعيلته للرجل الغلبان ده من بنك الطعام المصر كل شهر ومش بس كده ده المنطقة كلها اتعمل لها سرش وشافوا مين محتاج فيها وبقى ليهم هم كمان سندق اكله كل شهر تتوزى عليهم دوري فضلاب بيتك اجد هتلاقي من كل حاجة ممكن اتنين او تلاتة اعملي منها شان تصغير تاكل منها عيلة ده لو كيس رز واحد او كيس مكرونة هيدخل السرور على قلب الفقير فما بالك لو شان تكبيرا يا رب اكون افدتكم ولو بحاجة بسيطة حد عنده اسئلة انا يا معلمتي بعد اذنك انا ببقى ازعلانا ان العزر الشهري بيجيلي في رمضان اعرف يا بنتي ان العزر الشهري ده امر ربنا كتب على كل البنات فما تزعلش ان جالك بل يكون حالك انك تسلم امرك لله وهبشرك ان حزنك ده وفوات التعضيات منك علامة على الايمان هو صدق محبة ربنا عز وجل ونبيك عليه الصلاة والسلام قال من صراته حسنته وسائته سيئته فهو المؤمن معلمتي بعد اذنك ايه هي الاعمال اللي ممكن اعملها الفترة ديت تقريبا اغلب التعاض بس ولا بنصلي ولا بنصوم طبعا الصوم بنعوض بعد رمضان اما الصلاة من رحمة ربنا عز وجل بينا لان فروضها كتيرا فملهاش تعويض ومن الطاعات اللي ممكن اعملها قراءة القرآن بس مش هنمسك المصحف مباشرة ممكن نمسكه بجوانتي او بطرف القلم وممكن تقرأي من موبايلك وبرده سمع القرآن ويا سلام بقى لو عملنا ختم السماع يعني اسمع المصحف كاملا من الفاتحة للناس والذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله هو اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله واستغفر الله وغيره من الاسكار المطلقة وبرده الكتب النافعة زي الفقه والحديث والتفسير ويا سلام بقى لو قرأنا تفسير الجزء اللي هنصلي بيه ومن ضمن الافكار افتر الصائم عصير ووجبات ولو حتى طمرة واحدة ويا سلام بقى لو عملنا اكياس صغيرة ونحط فيها طمرتين ولا ثلاثة وندبس معها ذكر مكتوب بخط اليد ووزعي على جرانك واصحابك وكل احبابك والدعاء ومن اوقات استجابة الدعاء تلت الليل الاخير وتقريبا ده بيكون قبل الفجر بساعتين وكده دي الاعمال اللي ممكن نعملها يا يهودة درس المعلم امان ده جميل قوي بصراحة انا استفدت منه جدا ده انا كنت هغلط غلطة بس الحمد لله ان انا استفدت وهصلحها كنت راح اعمل شوبنج واشتري تقريبا كل حاجة ومنها حاجات مش ضرورية معاك حق انا كمان هعمل جدول للعبادات للتلاتين يوم ان شاء الله واحط فيه صلاة وذكر وصنن واسكر صباح ومساء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واستغفار وقراءة كرآن وكل يوم هعلم على الحاجات اللي بعملها اللهم بارك فكرة جميلة او يهودة انا هعمل زيك لما تيجي بكرا ان شاء الله نبقى نعمله مع بعض خالص اتفقنا رجعت ودال البيت اما سندس روحت تعمل شوبنج انا هشتني من نفس الحاجة اللي هاخدها البيتي لام حسن مرات البواب اكيد مش هيقدروا يشتروا كل اللي هم عاوزينه بسبب ظروفة فاحسن شيء اعمل لهم شنطة رمضان واده لهم واكيد هيتبسطوا رس مكارونا سكر شاي طمر وزيت وعلبة سمنة صغيرة كده يا رب تقبل روحت صندس وعطت شنطة رمضان لام حسن اللي كانت طيرة من الفرحة هيه و اولادها هو بالليل كل عام وانتو بخير يا حبيبي وانت بخير يا بابا حبيبة قلب بابا من جوه وانت بخير يا باشا ماشي يا صهايبة وانت بقى الف خير يا حبيبي انا نازل نازل بدل ما يجلش للرباعي رباني يصبرني ويصبرك يا رب يا قاس امين الحى انزل بها عشان الحى الصف الاول في العيشة وصلي التروح جماعة سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما تنساش تدعلم حاضر نازل قاسر وفي طريق وقفته محسن روح يا ابني ربنا يبارك لك في امراضك ما كانش عندي لقمة ادخل بها رمضان جابت لي شنطة قد كده مليانة خيرات خد يا محسن وده كمان عشان لو عصت تزوجي حاجة روح يا ابني ربنا يكبر بخدركم يا رب ماشى قاسر وهو مبسوط وهو بيقول لنفسه ربنا يبارك لي فيك يا سندس انت من نعم ربنا علي ربنا رزقني بك نعم اصدوق الصالحة اللي بتعني على طاعة ربنا وهو في اول يوم رمضان يلا يا سندس صاحب وهو ده لسه جايين والمغرب قزن انا جاهزة هو استني انت رحفين باللبس ده وهنا انتهت حلقتنا النهاردة اتمنى تكون عجبتكم ما تنسونش احلى اخوات باللايقات وانتظرونا بإذن الله في الحلقة اللي جاية ويلا نردد مع بعض وناخد شوية حسنات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر استغفروا الله العظيم وأتوب إليه لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوت إلا بالله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيف أصلح لي شأني كلها ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وفي أول يوم رمضان يلا صندس صحيب وهدى لسه جايين والمغرب أزم أنا جاهزة استني هنا راحة فين راحة سلم على أخويا في الرضاع وامراته أخوك في الرضاع على عين والراس بس تخرجي بع بيتك يو بقى حتى أخويا صندس الكلام يتسمع سمع حضر سمع وبع بيتك الوسع مش الديقة حضر حضر عرفت هو في الصالون أهلا يا ابن قاسر الحمد لله يا عم قرف صحيب الصغير من فريدة ابنت صحيب الكبير وقال لها السيك عملة إيه روح يا بابا قعد على كرسيك وبعد عن البت شوية لازم تعرفني عشان لما نتجاوز إن شاء الله صحيب الصدمة من اللي هتجاوزها يا دي انت انت بالذات مرفوض ومرفوض بالتلاتة وانا هتجاوزها بالتلاتة صحيب ويا كد هيكوني تجنن يا قاسر يا قاسر قاسر بخوف في ايه يا صحيب شيل ابنك من قدامي بدل ما مفترش على الأكل اللي على الصفرة أفتر على أكل هو عملت إيه لعمك يا ولد انت على طول هو كده نقر ونقير مش رادي يجاوزني بيته جاوز يا ولد اللي بتفكر فيه دلوقتي لما تكبر يا حبيبي إن شاء الله أنا راح أخطبها لك وبعدين تتجاوزه هتشلاني هتشلاني انت يا ابنك صبرني يا رب خلاص بقى هدى يا صحيب يلا حبيبي روح دلوقتي وبعدين نتكلم وراح غمز له مشي كبير اتفقنا ماشى وراح ما طلع لسانه لصحيب من غير ما حد ياخد باله اه يا ابنل والوقت ده دخلت صندس السلام عليكم نوارتونا والله وعليكم السلام وحشتني قوي يا صندس عاملة ايه حبيبة قلبي وكلسها ياخد أخته بالحضن ووقف آسر قدامه ايدك لا توحاشك يا برينس والله ما نعرف لقيها منك ولا من ابنك وقعدوا على الصفرة يفطروا صندس مركزة مع هدى وآسر بيأكل ومش واخد باله من حاجة اما صحيب قعد شاية من ابن آسر وفريدة قعدت غز في صحيب الصغير واتطلع له لسانها اما صحيب الصغير منكتر غزه ووقف على ترابست الصفرة وقال والله لو ورينك يا بنت فريدة انت عشان تطلق الجزك لسانه كذا جز من يال انت ها هتجوض البنت من دلوقتي انت اخر الجزء انا نبوت ربيهم سيبوني على الودة النهاردة افهم نفس افهم مين اللي بيحط الافكار دي في دماغك صحيب الصغير ببرقة بابا آسر آسر انت مفيش فايدة فيك آسر بخوف اه ده بس يا ابو ناسم لا ده انت كده زودتها قوي طب خدي وطلع يجري وراه الحقوني الحقوني يا جدعان اما وريتك يا مصيب انت مبقاش انا يا نادتب يا بابا ما تكذبش يا ابن ابوك بس تسقط خالص بدل ما ابوك يروح فيها وبعد عشر دقائق من الجريان بريك بقى الله يكرامك عشان ننزل نصلي الترويح صحيب بكل بساطة ولا كأن في حاجة حصلت بابا انا عاوز اروح اصلي معاكم هسر بهمس لسندس خد ابنك الله يكرامك معاك النهاردة بدل لا ما المسجد يتفرج علينا كلنا سندس بضحك جالك اللي يطلع عليك كل اللي فات ده ابنك ده طلع عليك كل اللي فات وكل اللي جاي كمان بابا ماما انت بتقولوا ايه عليك اسمها غيب جي على فكرة لا انا مش احسن بدل ما ابنك يجيب لي استباحس بعد الشرع عندك يا بابا استحبس ده ومين اللي هيجبهولك انا يا ابن انا اللي جبت ده كل النفس جال يا قاسر عشان نلحق الصف الاول حاضر انا جاي ربنا معايا وصيتك العيال يلا يا قاسر سلام عليكم روح ودو صهي بالبيتهم وبالليل قبل الصحور قعد قاسر مع عيلته وصلى بيهم قيم للجماعة وبعد ما تخلص اتكلم معاهم كلمة عن فضل الصحور تعرفوا حبيبي اني بس مش بتصحر عشان اتقوى على الصيام انا بتصحر عشان حاجات تانية كمان ازي يعني يا بابا يعني لو احنا تصحرنا بناخد حسنات واللي بيتصحر ربنا والملائكة بيصلوا عليه يعني بيرحمهم ويصنع لهم ربنا عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين وينفع تصحر ولو بأقل القليل ولو حتى بتمرة او بشربة مية والرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا تسحروا فان في السحور برقة والبرقة هي الاجر والثواب او السحور بيقوي على الصوم او بيخفف المشقة اثناء الصيام نفسه ومن السنة المهجورة إلا ناس كتير تراكتها إلا من رحمة ربي تأخير الصحور طب يلا بقى عشان نتصحر فاضل تقريبا على الفجر تلت ساعة يلا بينا وتجمع الصحور عشان يأكله هاي حبيبي قبل ما ناكل بنقول ايه بسم الله احلى قلوب صغيرة في الدنيا دي كلها قلوب ولا كلاوي يا حج وقعد يضحك انت بالذات يا ابني ولا قلوب ولا كلاوي انت الطحار والله بحبه احلى حتة في الفرخة كلها صبرني يا رب وعدت شوية ايام من رمضان وفي يوم نزل أثر الشغل زي كل يوم بس ناس موبايل اللي كان بيرنك يا ربي برضو كده أثر ناسيت موبايلك قدر الله مشاء فعل بس من اللي بيرن عليك الصبح بدري كده صونتص بصدمة فيفي وهنا تكون انت هتكسطنا النهارده اتمنى تكون عجبتكم يا تارا اللي هيحصر في الاحداث ده ان شاء الله لانعرف الحلقة الجاية وما تنسوش يا احلى اخوات في الدنيا تسوبرنا لايك وتعليق جميل وما تنسوش تصر على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته